عبر أحد الأذرع الإعلامية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق تم بث شريط مصور يمجد اعتداءات باريس الدامية ويلمح مضمون الفيديو إلى أن هجمات أخرى ستلي اعتداءات باريس ومن خلال الصور اختيرت ساحة تايمز سكوير في نيويورك هدفا لذلك ويقول عمدة نيويورك ليست هناك تهديدات محددة ضد مدينة نيويورك وأن المدينة لن تروع إننا نفهم أن تأجيج مشاعر الخوف وإرباك مجتمعنا الديمقراطي هو هدف الإرهابيين ولكننا لن نستسلم إلى أمانيهم من جانبها قالت شرطة نيويورك إنه رغم أن لقطات من الشريط لا تبدو حديثة فإن الرسالة منه تؤكد أن نيويورك تبقى هدفا مهما جدا للإرهابيين على حد قولها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر